قضية النهاردة هي من القضايا الشائكة جدا قضية رغم كترتها ووجودها بكترة كتيرة جدا إلا أن الأحصائيات كانت غير قادرة على جمعها على الإطلاق وده لسببين الأولاني لأن اللي وعين في نفس المشكلة دي أو وعين في القضية دي ما بيعترفوش بوجودها أو هم مش عارفين أن هم وعين في القضية دي أصلا ظهورها يؤدي إلى تآكل عمدان البيت مع مرور الوقت ممكن يهد البيت بأكمله وهي قضية الطلاق العاطفي بعض الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين أطلقوا على الطلاق العاطفي لقب الطلاق الصامت هو طلاق بس ما بيكونش على إيد مأزون طلاق ما بنوسقش فيه ولا بنمضي فيه على قسيمة الطلاق طلاق موجود بين أربع جدران بيتفق فيه الراجل مع الست أن كل واحد فيهم بيبقى في حاله بعيد تماما البعد عن التاني ما فيه من غير أدنى مشاعر من غير أدنى عواطف من غير أدنى أحسيس طلاق ممكن يكون اللي بره الأربع جدران مش حاسين بيه ولا عارفين عنه حاجة بس الأكيد أن كل حد جوه البيت سواء الراجل أو الست أو الأبناء بيأكل فيهم نفسيا ومعنويا وصحيا أيضا الطلاق عاطفي ما بيتهدش ما بيهدش البيت بحجة أن احنا خايفين من الطلاق الفعلي خايفين من وقوع مشكلة الطلاق الفعلي أو علشان خاطر الولاد هل فعلا الولاد ما بتتأثرش بمشكلة الطلاق العاطفي ترجمة نانسي قنقر